دور كبير جدا في تتويج النادي الاهلي امام جمهورية شبين في الديئة 48 لما نزل وكان قاعد على الدكة وكان ليه دور كبير في تتويج النادي الاهلي بالبطولة برضو رضا عبدالعال بتصرحاته المميزة والقاتلة احيانا والصادمة احيانا اخرى بيخلي كل الناس تتابعه وتسأل عنه حتى ولو كانت ايام قليلة لا يظهر فيها كابتر رضا منورنا ومشرفنا حبيبي اسلام عمدين الحمد لله على سلامتك الله يسلم اخبرك الحمد لله المنتخب الولمبي اتفاجئت باداؤه بعد التعادل مع الدومينيكان ولا توقعت ان يكون فيه تطور وتحصل للأتاة لا انا هنا معاك ومع فاروق قلت الله يكون فوقون الراجل ده فوقون المنتخب حتى لما بقولوا لي هيعمل ايه قلت له مش هيعمل حاجة لان كله اهمل المنتخب ده كله اتحاد كرة سادة الوزير لان سادة الوزير مفروض ان الولمبيات دي من اختصاصه اه اختصاص اللجنة الولمبية ماشي وهو برضو في الحتة دي اه طبعا بيتابع او بيرابع له يدل ان كله دلوقتي بيصب في مصلحته هو اه 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 في مصلحة الرياضة المصرية ماشي بس احنا دلوقتي بنتكلم في ايه في الولمبيات اه اختبالك فدي الاهتمام بتاعها اقوى زي بالزبط تصفيات كاس العالم وزي بالزبط تصفيات امم افريقية يا ايما ما تشتركوش فيها يعني انت انت دلوقتي اكتر حاجة اتصرف عليها اكتر من منتخب مصر والمنتخبات اللي هي بقى التانية في البطولات اللي هي التايرة والسلة والكلام ده اكتر حاجة تصرف عليها الناس اللي بتتمرن في الولمبيات عشان تجيب مدالية صح يعني الاهتمام كله بيها اه طبعا هي اكبر بطولة طيب ليه احنا المسؤولين عندنا هاملين الكلام ده ابني الكلام في الكورة اه طبعا ما هي الكورة على فكرة الكورة دلوقتي المستوىات زي ما انت شايف يعني انا قلتلك في الاول احنا مش هنوصل ليه مش عشان مستوى بس عشان عشان التعامل مع المنتخب سوق ادارة المنتخب يعني انت مفروض مثلا من شهر اربعة خمسة بالكتير تكون مفضي الجدول والدوري والارتباطات كلها والناس دي بتتمرن وتعمل معسكر عشان تعمل مدشاط ودية واحتكاك قوي والكلام ده عشان تروح تجيب لك مدال ده ما تعملش ده انت في معسكرات بدر شوية اتلاغت في الاجندة صح اه اه صح ولا ولا كان فيه مدشاط ودية يعني انا كان مسؤولين في المنتخب الاولمبي كانوا بيخطوا التحادات والاتحادات دي ترفضت انها يعني تيجي او تعمل مدشاط ودية مع المنتخب الاولمبي قبل شهرين من من السفر لفرنسا ما اخذ ذلك فالمشكلة كلها ان الراجل يا ولدها مش لاقي حد يطبطب عليه ده هو ولا فرقته لدرجة ان هم يوم ما كانوا مسافرين نسوا يعملوا التأشيرات لبعض اللعبة حصل كان فيها مشاكل كان فيها تأخير ماشي ينفع بقسة راحة منتخب رايح يتأخر له كمان حتى التأشيرات للدرجة دي الاهمال وصل بهم للدرجة دي للدرجة دي ان دي مش عايزة انت عارف لو انت بطن مثلا الدوري خلصان في شهر 5 هتلاقي لعبة كتير عايزة تروح زي بالزبط حكيمي حكيمي مبطنين بقالهم قد ايه فهو عايز روح يجهز نفسه عايزين يكلموا الجمال بيه علام ومش عارف مين طب انتو كنتو فين عملتو ايه المنتقد ده هو انتو عايزين اللقطة بس هو انتو عايزين تاخدو هو وضع طبيعي ان رئيس التحاد الكورة لا ما اتكلمش بص يا عايزين يهني اللعيبة ده طبيعي ماشي اهنيهم مش على الهوى ماشي اسم هو ما كانش على الهوى هو فيديو كان ولو حتى لو فيديو اقفل انتو بعملتوش حاجة عشان نشكركم عليها بالامانة انتو مرمطوا المنتخد ده يعني مع تحفوظي على كلمة مرمطة بس يعني انا بكلم في ان طبيعي رئيس التحاد الكورة هيهني اللعيبة بعد الفوز طب بعد مطش الدومونيكان ما اتصلش ليه وقال له مش ادي حلقة رجالة والمطشين اللي جايين هو كان موجود هناك حتى لو ايه دي وهو اتكلم معاهم هناك بس انا باتكلم في حاجة تانية يا كابتر رضا ودي برضو انا عايز تفسير من خلطك فيها ان الفرقة قدام الدومونيكان ما قدمتش أداء كويس ثم اتحسنت امام اوزباكستان واتطورت امام اسبانيا والبعض قالك امام 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 اوزباكستان